ولكن يعني خلينا اتكلم بقى على الشغل الشاغل للمواطن وهو ده اللي احنا حرسين عليه ده الجزء التاني من كلامنا النهاردة بالتأكيد احنا عارفين كويس قوي ونعي ان هناك ارتفاع في الاسعار ولكن الدولة المصرية بتحاول بقدر امكانيتها وقدراتها المادية والقدرات اللوجستية ان احنا نخفف من عب هذه الزيادات عن المواطن المصري وحدي لحضراتكم على سبيل المثال يعني احنا يمكن التضخم احنا عم نتابع الارقام طبعا وبنشوف الزيادات اللي بتحصل لكن انا عايز اقول لحضراتكم من غير التدخلات اللي عملتها الدولة في موضوع اتاحة زيادة ارقام على بطاقات التموين عشان يستفيد منها فئات محددة من اللي احنا بنقول ان هما دول يعني اكثر تأثرا بالازمة اللي موجودة من غير الاجراءات اللي اتعملت لزيادة المرتبات وزيادة الحد الادنى والاهم عدم زيادة اسعار المرافق الرئيسية في خلال الفترة دي سواء الكهرباء او حتى بعض الحاجات الاخرى اللي احنا يعني اوقفنا الزيادات بتاعتها واعلننا ان احنا مش حنزودها لغاية تلاتين ستة لولة هذه الاجراءات كانت الاسعار ممكن كانت تروح في حتة تانية خالص زي ما بيحصل في كل الدول اللي انتوا حضراتكم اكيد بتابعوها فاحنا بقدر الامكان كدولة لان خدوا بال حضراتكم الدعم اللي بتقدموا الدولة ماهو ده على عاطق الموازنة بتاعتنا وعلى عاطق قدراتنا المالية ويمكن انا اتكلمت مع حضراتكم في هذا الموضوع اكثر من مرة وقلنا عشان برضو ما نقدرش ان احنا نتحمل اكثر من اللي احنا حطينه في اطار الموازنة عندنا احتياطيات بتصل الى حوالي 130 مليار بقينا موجهنها بالكامل لاستعاب جزء من الاثار السلبية اللي نتيجة للازمة العالمية ده هدفها الرئيسي عشان نتعامل مع هذا الموضوع ده شيء مهم جدا ان احنا بنتعامل به وبنتعامل به انا عايز اقول بمزم من دهب لان ببساطة شديدة الدولة المصرية عندها محددات كثيرة انا ممكن اندفع في ان انا احاول اشيل دعم كبير جدا 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 حينعكس على خسائر وديون وقروض اكتر على الموازنة اللي حيدفع تمانها احنا بعد سنتين وتلاتة وحندفع اكتر فلازم يبقى الموضوع بيتاخد بميزان وتوازن عشان نعرف نقدر ايه اللي نقدر نشيله وما يحملناش اعباء كبيرة تنعكس علينا في خلال السنتين والتلاتة وعلى الاجيال اللي بعد كده فبيبقى هذا الموضوع مهم جدا ان احنا نتحرك فيه مرة اخرى وانا بأكد ومش عيب ان احنا نقول هذا الكلام الدول المتقدمة واخد سياستها اي زيادة تحصل تنزل على المواطن لكن احنا كدولة عارفين تماما او ظروفنا وعارفين تماما المعاناة اللي بيبقى فئات في المجتمع المصري بتعاني منها فعشان كده بقدر الان كان بنحاول نتحمل عن المواطن هذا الكلام انما الاهم بالنسبالي مرة اخرى كدولة ان احنا ندعم الفئات اللي محتاجة دعم وده اللي بيحصل النهاردة من توسعة مظلة تكافل وكرامة الحاجات التموين اللي تمت زيادة المرتبات وكل الكلام ده وبرضو الدعم التموين اللي بيحصل للفئات اللي موجودة في البطاقات التموين لكن في نفس الوقت اهم شيء عندي ان انا توفير السلع وان السلع تبقى موجودة في كل مكان للمواطنين بقى للفئات الاخرى الكلام ده بيحصل فيه زيادات طبيعي بيحصل زيادات لان المدخلات زادت فما نقدرش ان احنا ليس من العدالة ولا المنطق ان انا اقول ما يحصلش زيادة لكن الاهم انها تحصل بطريقة عقلانية وعادلة وده الدور اللي احنا بنشتغل عليه لان لما بنجد ان هناك فيه زيادات غير مبررة بنبدأ نتدخل كدولة ترجمة نانسي قنقر